اشتركوا في القناة وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه مؤكدا في الوقت نفسه على أن الدور سوف يتضمن العمل على دعم وتعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية في شتى المجالات تأكيدا لنهجها الساعي لتطوير علاقاتها وتنميتها مع الدولة الحليفة والصديقة بما يحقق مصلحة شعبيهم الصديقين في كافة المجالات بدوره أن فخامة الرئيس الأمريكي معاليا السفير بمناسبة تعيينه في هذا المنصب الهام مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ومملكة البحرين كانتا دائما وأبدا مثالا يحتذا من حيث الشراكات الاستراتيجية بينهما في جميع القطاعات الأساسية والحيوية والصورة الواضحة التي يرسمانها على المستوى الدولي كدولتين حليفتين في كافة الأصعدة مثمنا في الوقت ذاته الجهود التي تقوم بها حكومة مملكة البحرين مشيدا كذلك بالتطور الملحوظ في النموذج والمناخ الديمقراطي الذي تتمتع به مملكة البحرين مما يجعله نموذجا يحتذا من قبل البلدان الأخرى في المنطقة